أولا على الرغم من الفرص التي يتحوها قطاع الهيدرجين والجالية ترجمتها بالفعل إلى مشروعات في الكثير من الدول فوفقا للكانة الدولية للطاقة فإن نصيب الدول النامية من هذه المشروعات المقترحة لم يتجاوز سوى مشروعين من ضمن نحو 680 مشروعا مقترحا في مجال الهيدرجين الأخضر على مستوى العالم ومن ثم يظهر جليلا أن الدول النامية تظن أقل قدرة على الاستفادة من الفرص التي يمسلها التحول نحو الهيدرجين الأخضر بخطة متسارعة وذلك لضعف قدراتها التكنولوجية في هذا المجال الجديد وغياب البنية التحتية اللازمة لنقل وتخزين وخلق سلاسل الإنداد اللازمة للتجارة الأمنة وكذلك لضعف تدفقات التمويل والاستثمارات المؤجرة إليها على نحو مستدام ثانيا أنه حتى في الحالات القليلة أن تستطيع فيها الدول النامية أن تقطع خطوات ثابتة في هذا المجال كمسر على سبيل المثال يظل عليها مواجهة التحدي الناجم عن توجه بعض الدول لدعم المنتج الهيدرجين الأخضر المحليين على نحو المخفض من تكلفة إنتاجهم وهو الأمر الذي يتسبب في إحداث الخلق بالسوق العالمي للهيدرجين ويساهم في إضعاف تنافسية الهيدرجين الأخضر المنتج بالدول النامية مقارنة بنظله من الدول المتقدمة وهنا يضاف إلى التحديات الفنية المرتبطة بالمعايير والاشتراطات الخاصة بتجارة الهيدرجين وتحديد مصادره والتي يتعين أن تتسم بالمرونة مع الحفاظ على مبادئ الشفافية أصحاب الجمالة والفخمة والسموه السيدات والسادة إنما يدعوني إلى طرح هذه الشعورة عليكم هو ثقتي فأن حوارينا اليوم لابد أن يخرب خطوات تنفيذية واضحة نتوافق عليها جميعا تصل بنا إلى آليات وحلول ناجعة تتعونى نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تحول الطاقة من هذا المنطلق والتساقل مع مبدأ التنفيذ لازم نركز عليه في هذه القمة اسمحوا لي أن أعلم من هنا عن مبادرة جديدة عملت مصر عليها مصر عملت عليها مصر وبلجيكا حلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع عدد من الشركاء حيث يسعدني اليوم وبالشراكة مع فخامة السيد ألزاندر ديكور رئيس وزراء بلجيكا أن نعلن عن إطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدرجين المتجدد والتي تهدف إلى إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتدى والمستهلكة للهيدرجين ومع القطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التوميل العاملة في هذا المجال بغرض تنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدرجين بما يساهم في الإسراع من وطيرة الانتقال العادل الذي نصب إليه جميعا ختاما وفي دوق هذه المائدة أن هذه المائدة تجمع بعض كبيرات الدول المنتجة والمستهلكة للهيدرجين ورسائل منظمات والشركات العاملة في هذا القطاع فأنا أتطلع إلى نقاش هادف ومثمر وبناء لاستمع فيه إلى التوجهات والأراء المختلفة وتتعرف من خلاله على أفضل الممارسات والخبرات المتراكمة وأنني لعلى ثقة أننا سنخرج اليوم أكثر فهما لطبيعة المسألة وأكثر وعيا بحجم العمل الذي يتعين علينا القيام به في هذا الإطار لتحقيق ما نطمح إليه أشكركم وأتطلع إلى حديثنا المتد